موسيقى هذا البرنامج برعاية أمان كابتر موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في حقيبة الجو واستعرض في هذه الحلقة فقاعات حصلت وانهيارات عبر التاريخ وبالتالي صار هناك خسائر كبيرة جدا تعرضت لها الدول والمستثمرين وأيضا كبار المضاربين وبالتالي أثرت بقوة على الوضع الاقتصادي وعدة مرات حصل هناك كساد كبير جدا خصوصا بعد انهيار أفسم 29 والكساد العظيم طبعا بداية هذه الانهيارات والفقاعات التي انفجرت كانت يعني تقريبا بالتاريخ عم نتكلم هي من هولندا وللأسف يعني للسخرية كانت حصلت المضاربة مش على سهم ولا على سلعة يعني معروفة مثل السلعة اللي عم نشاهدها حاليا حصلت بسبب هاوس على زهرة التوليب وبالتالي ضخمت الأسعار وانفجر إذن البداية من هولندا البداية أول فقاعة صار فيه هواس بهولندا بالنسبة إلى هذه الفقاعات ومش على مسكن ولا على السهم ولا أيضا على السلعة اللي عم نشاهدها إن كانت ذهب أو سلعة أخرى ولكن كانت بسبب زهرة وردة وهالشي حصل بسنين بين 1630 و 1637 إلى أن صار فيه مضاربات قوية وضخمة وعالية حتى وصلت الأسعار إلى أشياء تقول الأخبار يعني أنه وصل سعر الزهرة بخمسين ألف دولار وبالتالي صار فيها الهجوم والهوس عليهم وأيضا من الأخبار أنه تم بيع 12 هكتار أرض كمان مقابل زهرة وعدة رح سعوني الهوس إلى أي دلجة ممكن أنه يصر وكلما ازدادت الزهرة جمالا وندرة كلما ارتفع سعرها اللي بدي أقول أنه هالهوس على زهر بدأ بهولندا بالمدن أمستردام روتردام حارل بعدين صار فيه تحويل من الأموال إلى أوروبا من كل أوروبا إلى هولندا واشتركوا فيه كل طبقات المجتمع الفقراء والنبلاء والموظفين الكبار وكل ما كان له قوة أو عنده قدرة مالية حتى صار فيه بيع المنازل والأراضي لشراء هذه الزهرة اللي كان فيه مضاربات على عقود بصيلات التوليب أو زهرة التوليب طبعا نحن ناخد بعض المعلومات السريعة جدا لاحظوا إلى أي درجة ممكن أنه يحصل تحصل هذه الأشياء خصوصا أنه بعد المضاربات والضربات القوية تحول الأسرياء إلى متسولين لما صار فيه انهيار بالأسعار وبطل فيه طلب عليهم وبالتالي انهارت بسبب عدم موجود طلبات لبايع البصيلات وهذا الشيء لما تنفجر الفقاعة بتسبب أزمات كبيرة جدا دخل اقتصاد أولندا بكسات طويلة ما تعلموا الأشخاص بعدنا في الأزمات التالية وأيضا ما كانت أي عبرة لإلى وحتى هذه الفقاعة يمكن لا تصدق ولكن هذا هو اللي حصل في هولندا هذا اللي حصل بالتحديد التحديد طبعا هولندا كاقتصاد وقتها من الطبيعة اللي تبدأ بأوروبا خصوصا أنه يعني عم نشاهد أنه أميركا مشكنة يعني خليني أقول أنه أوروبا هي وجهة العالم بالتحديد والاقتصاد العالم أول وقفة ونتابع مشاهدين الأزمة التانية أو الانهيار التالي خليني إذا بعد صار فيه عدة أزمات ولكن أذهب فورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الانهيار الذي دائما ما يؤخذ كمثال يعني ما ناخد مثال الأزمة العالمية اللي حصلت بال2007 لا نحن عم ناخد هنا صار ناخد مثال أكثر اللي هو دائما في 929 رغم أنه بعيد وكان فيه تغييرات بالاقتصاد قبل ما أبدأ تغييرات كبيرة جدا من الاقتصاد الأمريكي يعني خطوط الكهرباء الكبيرة اللي امتدت إنتاج أول فينم سينما ملون بالألوان كمينة إنتاج أول صاروخ وما إلى ذلك صار فيه تغييرات كبيرة جدا بالاقتصاد الأمريكي ويكب صعود الأسهم ويكب صعود الأسهم صار فيه ارتفاع كبير جدا ولكن بعده خصل انهيار كبير جدا فيه عدة أسباب فيه الأنون الضريبة للقمرق الجديد وأيضا فيه المارجن بالأسهم هني أثروا بشكل كبير جدا لضرب السوق بشكل كبير السوق اللي كان تقريبا مستويت فوق 380 نقطة نحن نتكلم هنا على فوق العشرين ألف بس أنه وقتها بداية عم نتكلم هنا بـ F29 نشاهد سويا بعض المعلومات طبعا السبب كان انهيار F29 الشراء بالمارجن وأيضا شاهدنا أنه فيه الأنون بس إذا أخذنا كعامل شراء بالمارجن أيضا لأنه عندنا تكلفة القرد والفائدة على القرد وعمولة السمسار هذه كلها دخلت كمان تكلفة كانت كبيرة جدا وإكرار قانون الضريبة الجمركية كمان هذا أثر بقوة لأنه ضرب قطاع كطاع مثل ما هو في السوق الأمريكي وأدت إلى تراجع كبير واباع على الأسهم اللي بتخص هذا الكطاع طبعا هون نشاهد أنه رفع التعرفة الجمركية كمان هون أثر بقوة وصار فيه طباط واباع على الأسهم كمان منشاهد أنه إذا ما ناخد القانون يعني شفنا المارجن خلينا نرجع أذهب إلى القانون على ماذا كان يدل هذا القانون طبعا رفع التعرفة الجمركية على الوريدات 50 في المائة على 20 ألف سلعة مستوردة هون أدى بشكل كبير جدا إلى باع كثيف على أسهم الكطاع وكان فيه خبر كمان عن تنظيم كطاع المرافق العامة كل هالعوامل اللي اجتمهت مع المارجن وأيضا أي خبر سالبي يأتي من الخارج كان حيسهم ويدخل لأنه طبعا في وقت السوق بده يصحح هو بحاجة إلى أي شيء يكون من بعد خبر أساسي وبالتالي تسهم كلها في التراجعات التاني وقفة ونتابع إذن ماذا حصل للمشاهدين في هذه الانهيارات الكبيرة التي حصلت في خلال ألف سمية وتسعة وشرين اللي حصل هو التالي طبعا عرض بيع كبير جدا صار على الأسهم وشاهدنا أنه سبب كان عدة أسباب بين المارجن وأنون اللي هو المرافق العامة اللي صار أنه صار فيه عرض كبير جدا للأسهم طبعا عرض أكتر تقريبا 13 مليون سأم للبيع وبوقت هذه الكمية من الأسهمية كبيرة جدا طبعا بسي فيه بلاك زرسدي بلاك تيوزدي يعني كان الخميس وبعدين عم نتكلم هون أكتوبر وبعدين أتى كمانا ثلاثة والثلاثاء وبالتالي عنا الخميس الأسود ولكن ثلاثاء الأسود كان أسوأ من الخميس الأسود بس بالخميس الأسود بدأت القوة هون انتشر الزعر بين المستثمرين وبعدها انهارت أسهم الشركات طبعا وقت التراجعات دائما ماذا يحصل اللي بيحصل هو التالي هو أنه وقت نزوب سي فيه تراجعات خوف وما إلى ذلك ولكن قبل ذلك أريد أن أشير هون إلى بعض النقاط المهمة جدا أنه الانهيارات بس فقط لم تكن عند الـ F129 ولكن امتدت على عدة سنوات يعني F131 F131 وF132 تراجع السوق 40 في المائة و40 في المائة أيضا و20 عم تكلم ب 20 في المائة 22 في المائة بالـ 29 و30 و31 30 31 32 وبالتالي صار تراجع وصل لـ 90 في المائة وإذا أكبر تراجع ممكن أنه يحصل وأكتر من هيك أمضى أكتر من هون عم نتكلم 25 سنة لا يرجع المستويات التي هي 392 وما إلى ذلك و380 نقطة 25 سنة بعد هذه الضربة الكبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية أنتقل سريعا جدا إلى الأزمة الأسيوية طبعا الأزمة الأسيوية هي أزمة ضربة دول ناشئة كانت تبدأ في الصعود بشكل كبير جدا وهون من أسوأ الأزمات تضرب الدول الناشئة لأن الدول الناشئة تمتد قوتها بفضل خليني أقول السيولة الضخ السيولة في الاقتصاد وما إلى ذلك سنشاهد طبعا بداية التي هي مع كل الدول انطلقت من تايلاند بالتحديد مع توسع نقضي كبير أي توسع في الاقتصاد يوكبه توسع كبير جدا عن النقض والأزمة الأسيوية وهن دول بعد ناشئة ليس عندها مناعة أو متانة في الاقتصاد أي هزة تهتس كل شيء معها طبعا عجز كبير دائما بالحساب الجاري واللي بيعمل الأزمة دائما هو خروج رؤوس الأموال وقفة ونتابع مشاهدين سأتوقف الآن مع فاصل أقسم البرنامج قصمين ثم أعود معكم مرة جدا هذا البرنامج برعاية أمانة كابتا أهلا بكم مشاهدين مرة جديدة في حقيبة الجول طبعا كنا استعرضنا في الفقرة الأولى كنا نتكلم دائما حلقة خاصة عن الانهيارات التي حصلت والفقاعات الكبيرة جدا التي انفجرت في التاريخ طبعا هناك فقاعات لم تنفجر وليس ضرورة أن كل فقاعة تتشكل بكل الشروط تنفجر في نهاية الأمر وبالتالي يجب تهيئة ظروف لانفجار هذه الفقاعة نحن نتكلم عن أبرز الانهيارات التي حصلت في التاريخ نتكلمنا عن بداية بهولندا وتكلمنا عن انهيار وولد ستريت لأشهر سنة 1929 ذهبنا إلى آسيا وكنا وصلنا إلى آسيا مع أزمة الدول الناشئة في آسيا اللي حصل بس أنه بالدول آسيا بتكون الموضوع حساس بشكل كبير جدا لأنه أي خروج رؤوس أموال بالتالي بصير في ضغط على العملة وأي انهيار إلى العملة يؤدي إلى انهيار بكل الأسعار وانهيار اجتماعي وبالتالي يسبب أزمة إذا العملة مهمة جدا ويجب حمايتها مشيناك مشيناك دائما الدول تتأهب دائما للدفاع عن عملتها عندما تتغالى العملة في التراجع وبصير في مغالات بالتراجع على سعر العملة أذهب إلى معدل سعر صرف العملة أذهب إلى الآن مرة جديدة إلى بعض المعلومات هنا اقتراض كبير للدول بالعملة الأجنبية ودخلوا بقوة كمان استثمارات الأجنبية بشكل كبير جدا طبعا هون معدلات الصرف كانت مثبتة صار فيه تغييرات اقتصادية ومضاربات عن عملات البلد ومثل ما قلنا خروج وبالتالي خروج الأموال المهمة جدا هون بيصير فيه ضرب بشكل كبير جدا على خليني أقول على مضاربات على العملة وشهدنا أيضا أنه تمتد الأزمة من دولة إلى آخر وفيه ترابط كبير جدا كان فيه بالاقتصاديات سبب هذه الأزمة والتي دائما يعني صار فيه سيطرة عليها ولم ليس كالكساد الـ 929 اللي امتد الكساد حول العالم وبالتالي تم ضبط هذه الأزمة أكثر أسيويا من أن تكون ما قدر ضبطت أمريكيا وقتها وكمان تذكر هون كانت الولايات المتحدة الأمريكية خارجي من الحرب العالمية وبالتالي أيضا كان بمرحلة تانية كمان هون كان فيه ظروف أخرى أذهب إلى أعود مرة جديدة إلى الـ الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هون قطاع جديد دخل وصار فيه تكنولوجيا هون بشكل كبير جدا وعمشهد أنه كان من السهل اجتزاب مرة جديدة كأنه لا أحد لم يتعلم وبالتالي دخول مرة جديدة بشروط جديدة وبأفكار جديدة وبأنه ليس من الممكن أنه يحصل أزمة وهذه ظروف تختلف عن الأزمة الأخرى وهناك شروط وما إلى ذلك وبالتالي صار فيه دخول دائما تحت عنوان بيكون غير العنوان اللي قبل في قاعة الـ.com النازدك فقط تجاوز الـ 5000 نقطة 5100 ثم نهار عاد مرة جديدة النازدك إلى هذه المستويات منقبل ولكن دائما هذه الظروف تتجهز وما يحصل وصرت أنه الأسعار أيضا عند الانهيارات اختفت الأسعار الشركات من التكر أو من شريط الأسعار وبالتالي لم تعد موجودة يعني فيه أشخاص ومستثمرين اشتروا أسهم يريدوا أن يشاهد سعر السهم على الشاشة لم يعد موجود بشريط الأسعار الشركة شوفوا إلى أي درجة صارت يعني ضرب بالأسماع عود مرة جديدة إلى بعض التفاصيل طبعا تهافت كبير على أسهم ال.com لأنه مثل ما زاكرنا كنت ستكون صناعة المستقبل أسعار الشركات كنت عم ترتفع هون بدون تسجيل أرباح وكمانا أنه التقييم بطل أنه على العوامل الأساسية يعني مكررات الأرباح لم تأخذ بالاعتبار الأرباح توزيعات الأرباح ليس شيئا موجودة من كل هذا القبيل وبالتالي كل المحللين يعني يتجهون أنه في عوامل أخرى هي تتحكم بالأسعار لتبرير مستوى الحالي الذي يوصل عليه الأسعار ولكن لغم كل ذلك ماذا حصل انفجرت الفقاعة هذه المرة كانت قاسية جدا أيضا على المستثمرين اللي حصل أنه كمان هون هنشاهد أنه التقييم مثل ما أنه ما كان على البيئي ريشو وما إلى ذلك مكررات ربحية القيمة العلامة التجارية لاحظوا هون دخلوا إشياء صارت مستجدات جديدة والإعلام دائما كما يعني بهيك أزمات لعبة دورا وقتا مهما جدا بتكوين الفقاعة طبعا هذه ال.com كانت مؤزية ودائما ما يعني نتذكر فقاعة ال.com خصوصا أنه لاحظوا الأسعار اللي نشاهدها ست سنوات من النفخ 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 متواصل بالفقاعة هون تذكر أنه ليس أي أسعار بتوصل لأسعار غير منطقية فورا بيحصل شيء لا بدأ تاخد وقتا أيضا خيان شيء سريعا جدا هون لاحظوا أسعار الشركات كانت بدون تسجيل الأرباح وتقييم وما إلى ذلك هون ست سنوات من النفخ المتواصل للفقاعة وصلت تقييمة السوقية لأسوما التكنولوجيا تريليون ونص تقريبا دولار وانهارت إلى أربعمائة مليار دولار مثل ما ذكرت اختفت شركات كسيرة عن شريط الأسعار أو عن الشاشة طبعا هذه كانت فقاعة التكنولوجيا النزدك أخذ شهرة عالمية وقفة وأتابع مشاهدين أذهب إلى يعني نقفز نحن من سلعة إلى سلعة من سبب إلى آخر يعني أحيانا شفنا المساكن عملة الأزمة العالمية انتقلت أزمة سكن ورهن وصارت اقتصاد مالية وبعدين اقتصادية وما انتقلت إلى أزمة عالمية وبالتالي كمين في أزمة في فقاع بالتمانينات الدهب الدهب قبل هذه الأسعار وقبل ما يسجل أفصى 120 بالتمانينات يمكن مش الكل يتذكرون لأنه قديمة حصل فقاعة مهمة جدا كفزت الأسعار بشكل رهيب جدا من 35 دولار لفوق 850 دولار ولا شاي اللي كفزتهم بالأفصى 120 دولار في 2011 عم تكلم هوني كفزت رهيبة جدا وخمسين خمسة وعشرين مرة خمسة وعشرين مرة عم نتكلم نحن هوني بالقفزات 2500 في المئة عام 1971 كيف سبب الرئيس نيكسون فك ارتباط الدهب مع الدولار وبالتالي كفز الدهب من 35 إلى 850 اللي حصل هو التالي فك الارتباط الدهب صعد بقوة والدولار تراجع أيضا بقوة وبالتالي كان قبل يجب على كل أونسة من الدهب انتاجه تأمين كل طبع 35 دولار يجب تأمين أونسة من الدهب فك الارتباط أخذ الحرية التامة في طباعة الدولار طبعا هل فك الارتباط نيكسون بذكرون نيكسون كمان استقال من الرئاسة ولكن خلينا نذهب هون إلى لاحظوا هون عام 171 فك الارتباط مع الدولار 25 مرة حلة ولكن أخذت وقت 9 سنوات نتكلم بتسع سنوات وهون 850 دولار عام 185 25 مرة 35 دولار لبنان اشترى دهب هون على 43 دولار بنصف مليار دولار 500 مليون دولار اليوم هن 11 مليار دولار وتشتريه هون الحاكم وقتها اليسر كيس لاحظوا هون الارتفاع الكبير جدا 25 مرة كان ارتفاع صاروخي ولكن أثناء هذا الارتفاع حصل أشياء كثيرة سنشاهدها سويا لاحظوا الارتفاعات حصل بعض الهزات يعني ممكن كثير انه بعض الأشخاص او بعض الدول اللي اشترى التبيع مثلا اللي اشترى 35 دولار وصل على 100 دولار كانوا باعة الدول ولكن نشاهد انه كان الموضوع اكبر واكبر من هالشي مش انه اعمل ارباح 100 في المئة أو 200 في المئة كان موضوع هناك تخجير هناك امر يحصل وبالتالي 35 دولار 100 دولار ومن مفتوحة الاسعار انه ترتفع الى اي صقف لانه صار هناك تخجير شامل بالمواطيات سأتواقف مع ستينجو وتابع لاحظوا اتشارت او الرسم البيانة اللي عم نتحدث عنه بال 71 35 دولار سنة بعد 4 سنوات 200 دولار ولكن عدا الدهب وتراجع 50 في المئة الى 100 دولار سنت 76 ولكن من 76 انطلق بشكل جنون وصاروخ وهون حصل بعض الحوادث الاحداث العالمية المهمة جدا من 76 الى 80 قفز من 100 دولار الى 850 دولار ثم انهارت الاسعار الى مستوى بداية 600 دولار ومن ال600 دولار رجع تراجع بعدنا بقوة الى وصل بال250 دولار سنة الالفين وثم اخذ الرلي الموجة التانية من الميتان وخمسين دولار من الالفين الى مستوى الـ 1920 بال 2011 كمان 11 سنة اذا اختصر كلها العوامل كانت هي التالية 10 سنوات سعود 20 سنة تحركات عرضية 10 سنوات سعود 10 20 وعند اخت ثلاث سنوات هذا باختصار كين شارط الدهب كيت كو دوت كوم هو احد المواقع المهمة جدا اللي بتعطيك تاريخ الرسوم البيانية لتحركات اسعار الدهب عود مرة جديدة الى الاسعار هون والى الفقاعة لاحظوا 35 200 150 وسنشاهد الموجة التالية التي حصلت ايضا في الدهب بين 2000 و 2012 12 سنة من سوق ثورية من سوق صاعدة لاحظوا هالسوق الصاعدة الكبير جدا بال250 دولار هوني جوردون براون رئيس الوزير قزانة البريطاني بيع 400 طن على المستويات 260 و250 و255 دولار هو بيعهم والقفع بشكل كبير جدا من 250 إلى 1032 ولكن بالأزمة العالمية صار في ضربة كبيرة جدا للكل حتى الدهب لم يكن هنا ملاز كان فقط الدولار هو الملاز من 1032 دراجع الدهب بشكل كبير جدا إلى 682 دولار بسبتمبر 2008 ولكن منذ ذلك الوقت انطلق انطلاقها كمان صاروخية من 682 إلى 1920 دولار نتكلم عن هذه الأسعار ولكن هذه الأسعار نحن نتكلم عليها كانت تقريبا هون أسعار قوية جدا لأنه رجع بعد الدهب نهار تقريبا 800 دولار نتكلم هنا بال251 عام 1999 6 مرات فقط 25 مرة الموجة الأولى نتكلم هنا 6 مرات كانت الموجة الأولى هي 25 مرة كانت أقوى منها وبالتالي كانت تلاحظوا قوة الموجة التي حصلت هون الموجتين مع بعضهم لاحظوا الموجتين الموجة الأولى والموجة الثانية نحن نتكلم عن 25 مرة ونتكلم هون عن 6 مرات لاحظوا 25 ب6 مرات هذا الفرق بين الموجة الأولى والموجة الثانية طبعا هون نحن نأخذ حساب احتساب التضخم وما لذلك لأنه أي مقارنة مع أشياء بعيدة جدا بعيدة جدا تكون يجب احتساب أيضا عامل التضخم يعني 800 دولار بسنة الثمانين ليست 800 دولار سنة 2011 بعد 30 سنة وبالتالي ما لازم تكون 850 يمكن تكون أكتر من 850 بكتير يعني ممكن تكون 3000 و4000 دولار وبالتالي هون كمان مقارنة سعر المنزل هل ممكن نحن بأونسة كنا نشتري منزل هل بسعر الأونسة ممكن نشتري فقط بدلة أو ممكن نشتري طعام أو عزيمة خليني نقول مطعم ولكن لاحظوا هون سعر الأونسة مع سعر القوة الشرائية لأونسة آخر واحدة كمان لاحظوا الفضة كان لعب دور كبير جدا بهذه الفقاعة وقفض بشكل صاروخ من الأربعة دولار ولا خمسين دولار هالفضة عم نشاهد هون ارتفع 12 مرة أكتر من الدهب مرتين لاحظوا هون قوة الفضة دائما مع الدهب هو يسرق الأنظار ويخطف الأضواء في الإعلام ولكن الفضة عند الارتفاعات ترتفع أكثر بكثير مع الدهب ومش أخذ حقه تقريبا في الإعلام يمكن خلص الوقت لم يعد لدينا وقت أشكر فريق البرنامج طبعا وهنا التواصل جودوتاو أتامانا كابيتل دوت كوم هاتجو أندرسكور هو من هو عنواني على تويتر بشرفني كتير متابعتكم دائما ما هناك تغييرات أيضا عنواني على التويتر بشكر فريق العمل وأيضا المخرج عمر بطارسا قلباتي على الصوت وهما نشأت على السيجي شكرا مشاهدينا وألقاكم مرة جديدة هذا البرنامج برعاية أمان كابيتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر